السيد الرئيس لم أكن أتوقع أن يصل التسييس إلى مستوى المستشار القانوني في هذه المنظمة الدولية إذا لم يكن هذا تسييساً فما هو التسييس إذن؟ أليس من العيب أن يتساءل المستشار القانوني فيما إذا كان سؤالي قانونياً أم لا؟ إذا لم يكن من مهام المستشار القانوني أن يبرز للسادة مندوبي الدول العضاء ما هو قانوني وما هو غير قانوني؟ إذن ما هي وظيفة المستشار القانوني؟ أن يبرر للباطل جولاته؟ وأن يكتفي بدور واضع الأختام على التواقيع المزورة للشرعية الدولية؟ عندما طرحت هذا السؤال كان امتحاناً في واقع الأمر امتحاناً للأمانة العامة وممثليها هل هناك أمانة عامة مستقلة؟ هل المستشار القانوني مستقل؟ كان امتحاناً ورسبتم به رسبتم به كممثلين للشرعية القانونية في هذه المنظمة الدولية هذا رأيي غير قانوني هذا كلام هوات وليس كلام مستشار قانوني محترف يحترم هذه المنظمة الدولية ويحترم قواعد العمل فيها إنني أعبر عن بالغ الأسف لهذا المنسوى المنحدر أخلاقياً ومهنياً الذي وصل بالمستشار القانوني أن يبرر لمجموعة من الدول تطاولت على الاسم الرسمي لحكومة بلادي وأن يجد في هذا التطاول أمراً عادياً ومقبولاً ولا ينتهك الشرعية الدولية إذن غداً يمكن لأي دولة عضو أن تخاطب دولة عضو آخر أخرى بمصطلحات مهينة وأن يجد فيها المستشار القانوني كلاماً سليماً وهو بهذا إنما يهدم ويدمر ويخرب هذا الإرث التاريخي الأخلاقي الذي بنيناه كدول عضاء على مدى عقود من الزمن أنا لا أولي كثير من الاهتمام لما سمعته من هذا الاجتهاد الخاطئ لأنني كما قلت طرحته كامتحان تست فشل فيه المستشار القانوني ومن وراء المستشار القانوني ولن أطرح هذا الموضوع على التصويت لن أطرح هذا الاجتهاد على التصويت لأنه معيب حتى بحقي أنا أنا أرى أن المسألة لا تستحق أن نطرح على التصويت لكننا نحن ووفود أخرى عديدة فهمت اليوم أنه لا يوجد مستشار قانوني في هذه المنظمة الدولية وإنما يوجد خصم وحكم في نفس الوقت أكتفي بهذا القدر من الكلام شكرا سيد الرئيس شكرا لمنذوب سوريا والآن تبقى لقواعد الإجراءات سوف أفتح المجال التصويت والكلمة للأمانة شكرا سيدتي الرئيس اللجنة الآن سوف تفوض على مشروع القرار على سي ثري على واحد وسبعين على أيل أربعة وعشرين الوفودة التي ترغب في التصويت لصالح مشروع القرار لها أن تضغط على الزر رقم اثنين يس والوفودة التي ترغب في التصويت ضد مشروع القرار تضغط على الزر رقم ثلاثة نو والوفود التي ترغب في الامتناعي عن تصويت لها أن تضغط على الزر رقم أربعة نطلب من جميع الأعضاء أن يتأكدوا من أن أصواتهم وتصويتهم وارد على الشاشة أو يظهر على الشاشة على النحو السليم رجاء أن إغلاق الآلة التصويت لقد اختتمنا التصويت على هذا القرار نتيجة التصويت مئة وستة عشر صوتوا لصالح القرار خمسة عشر ضد القرار وامتنع عن تصويت تسعة وأربعون وفد وعليه اعتمد القرار هل يرغب أي وفد آخر في أن يعلل تصويته بعد التصويت أو بعد اعتماد القرار جمهورية إيران الإسلامية لكم الكلمة تفضلوا شكرا سيدتي الرئيس في ضوء التعليل الذي قدم قبل اعتماد مشروع القرار المعنية بوضع حقوق الإنسان في سوريا فما من شك في أن هذا القرار يأتي معارضا للمبادئ الرئيسة للقانون الدولي وأكثر من ذلك فإنه في الحقيقة ليس إلا مكافأة للتطرف والإرهاب وأيضا أولئك الذين ينشرون الأيديولوجيات المتطرفة والذين يجيرون مواردهم من أجل ذلك كما إن عدد من البلدان الغربية بما في ذلك المملكة المتحدة التي لطالما أخذت على عاتقها أن تنصح الآخرين بشأن حقوق الإنسان فكانت هي أيضا مصدر لعدم تسامح فإن ذلك عدم التسامح الذي يؤدي إلى الإرهاب والعنف بالإضافة إلى ما يفعلونه في مواطنيهم داخل حدودهم للأسف ففي ذات الوقت الذي تعاني منه آلية حقوق الإنسان بالضعف الهيكلي للأسف فإن مثل هذه القرارات تمرر ودعوني أطمئن أولئك الذين بدأوا بطرح هذا القرار وأولئك الذين عوانوهم بل وحرضوهم على طرحه على اللجنة هو أن ذلك لن يثنين أبدا عن مكفحة التطرف العنيف حيث إننا عازمون على تنظيف بيئتنا من التطرف والمتطرفين الذين يحاولون النشر الإرهاب في جوارنا وتصديره إلى العالم بأسره وشكرا سيدتي الرئيس شكرا شكرا لوفدكم على هذا البيان والآن أعطي الكلمة إلى كوبا شكرا سيدتي الرئيس إن وفد كوبا صوت ضد هذا القرار لأننا نؤمن بأنه ينطوي على نهج عقبي ولا يراعي مخاوف وشواغل البلدان الأخرى وهذا في الحقيقة لا يأتي في صالح الجهود المجمعة الرمية إلى ضحر الإرهاب وفي الصراعات الخطيرة التي تحيق بهذه البلاد الأمر الذي جعل الوضع السياسي في سوريا مهترئا وهذه الأجندة التدخلية التي تضغط من أجل تغيير النظام بدلا من أن تسعى إلى وجود حل أو إلى إيجاد حل يرقى إلى تحقيق مطامح الشعب السوري الأمر الذي لن يتحقق من خلال القرارات التي تدين أو التي تنتهك سيادة بلد ما أو سلامة أراضيه ربما كان ينبغي علينا أن نركز على الوسائل التي نستطيع من خلالها أن نسهم بطريقة فاعلة في إنهاء العنف والمذابح والأعمال الإرهابية التي تكلفنا آلاف الأرواح وأن نحاول أن نجد حلا بطريق التفاوض السلمي إن الجمهورية العربية السورية تهيب باللجنة الثالثة لأن تسهم في هذه الجهود وليس من خلال الجهود التي تعتمد لغة الإدانة ربما ينبغي عليهم أن يسعوا إلى إقامة التعاون واحترام السيادة الكاملة للبلاد ولكي ننجح في هذا السعي فينبغي أيضا علينا أن نرفض كل القرارات أو اللغة أو الصياغة المدفوعة بأغراض سياسية وينبغي أن نجد حلولا لأتحديات التي تواجه سوريا حكومة وشعبا شكرا جزيلا لكيوبا والآن أعطي الكلمة للبنان شكرا سيدتي الرئيس في سوريا ولبنان ينتهج سياسة النائب النفس حفاظا على وحدته واستقراره وانطلاقا من ذلك فهو قد صوت بالامتناع على كل مشاريع القرارات التي تناولت الأزمة السورية إن في مجلس الأمن أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة كما في جامعة الدول العربية بناء عليه وانسجاما مع هذه السياسة فإننا صوتنا اليوم مجددا بالامتناع إنما ذلك لا يجب أن يعني بأي شكل أننا ننأى بنفسنا عن ضرورة العمل الجاد على وقف العنف في سوريا والسعي إلى حل سياسي كما أنه لا يعني أن نأي بنفس عن أزمة النازحين التي نتجت عنها والتي ندعو إلى مضاعفة الجهود الدولية للتصدي لها إن بتأمين الاحتياجات النازحين أو بدعم الدول المستضيفة لهم أما بالنسبة للإشارة إلى حزب الله في القرار فإنه يهمنا التذكير أنه حزب سياسي لبناني له نواب في البرلمان ومشارك في الحكومة كما يهمنا أيضا أن نؤكد على موقف لبنان السابت في التمييز بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للإحتلال والتي لحزب الله دور مشهود فيها بمواجهة إسرائيل وشكرا شكرا للبنان والآن أعطي الكلمة لليابان شكرا جزيلا سيدتي رئيس وفد بلادي صوت لصالح القرار إن تدهور وضع حقوق الإنسان في سوريا شكل قلقا كبيرا بالنسبة للمجتمع الدولي واليابان مهتم ومشغول بتدهور الوضع الإنساني في حلب ومن بين ذلك الهجمات الجوية العشوائية إن الإجراء الفوري من جانب المجتمع الدولي بات ضروريا لتصدي لهذا التحدي الإتفاق لوقف الاعتداءات ينبغي أن تستعد الآن حيث إنه ينبغي أن نحمي حيوات المدنيين إن العملية السياسية ينبغي أن تستأنف لتوصل إلى حل طويل الأجل إن المجتمع الدولي ينبغي أن يحاذر كل الأطراف المنخرطة في هذا الصراع بشأن المشكلات الإنسانية في سوريا سيدتي الرئيس أود أن أحيل إلى العبارة الخاصة بالمقاتلين الأجانب الذين يحاربون مع النظام السورية بما في ذلك تائب القدس وغيرها في الواردة في الفقرة الرابعة والعشرين من هذا القرار وفي هذا الصدد فإن وفد بلادي يود أن يشير إلى إنه من المهم بما كان ألا نفوت أي من الأغراض والمقاصد الرئيسة الخاصة بقرار حقوق الإنسان وهي أن نظل موضوعيين وأن نتجنب التسييس المبالغ فيه وشكرا لوفد اليابان وأعطي الكلمة الآن إلى المكسيك شكرا جزيلا سيدة الرئيس المكسيك تعيد التأكيد على مشاغلها بشأن تدهور الوضع الإنساني في سوريا ولسيما فيما يتعلق بمعاناة المدنيين ولسيما النساء والأطفال كما أشار تقرير لجنة التحقيق هناك عدة ضحايا وحالات اختطاف وتعذيب وتعذيب وعنف جنسي ومن غير مقبول أن نرى تدهور الوضع الإنساني وارتفاع أرقام المتوفين منذ بداية الأزمة في سبتمبر وهناك أيضا الأزمة الإنسانية في سوريا إن مكتب تنصيق الشؤون الإنسانية قد أشار إلى أكثر من 6.6 مليون شخص بتنازحا داخلياً وستة ملايين لاجئ يجدون أنفسهم في أوضاع هشة وضعيفة من دون أي خدمات صحية وغذائية أساسية لذلك ندعو جميع الأطراف المشاركة في هذا النزاع أن تضمن وصول المدنيين السريع إلى هذه الخدمات بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي إن المكسيك تدين بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا واستخدام جميع الأساليب العسكرية المحضرة لسيما التي تستهدف المدنيين بما يتماشى مع مبادئنا من الملح أن نتوصل إلى حال مسالم للنزاع يشمل جميع الأطراف فيه حتى نحقق ذلك نحن ندعو إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان للمدنيين على أن نضمن وصولهم إلى المساعدة الإنسانية في سوريا نظراً إلى كل ما قلته نحن صوتنا لصالح مشروع القرار هذا شكراً السيد الرئيس أتقدم بشكري إلى المكسيك والكلمة الآن إلى البراجوي شكراً السيد الرئيس إن وفد البراجوي امتنع عن التصويت على مشروع القرار مع ذلك وفي هذا الإطار نود أن نعبر عن مشاغلنا بشأن تدهور الأوضاع وأوضاع حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية نود أن نعبر عن تضامننا مع الضحايا ولسيما مع المدنيين الذين تأثروا بطريقة كبيرة وأنا أشير إلى الأطفال السوريين نحن ندين كل انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي ونحن نطلب إلى أطراف هذا النزاع أن تحترم حياة وسلامة المدنيين ونحن ندين وقع أن هذا القرار لا يعترف بإطاره كاملا مسؤولية المجموعات التي تتقاطل على الأرض والتي تساهم في تفشي الإرهاب والتطرف والتي تنتهك القانون الإنساني الدولي إن امتناعنا عن التصويت قمنا به في إطار تقدم بدعوة ملحة إلى الأطراف في النزاع لبذل كافة الجهود لضمان حل سياسي يسمح لشعب سوريا بالتمتع بحقه بحياة كريمة وهذا لن يتحقق إلا من خلال سلام مستدام وشكرا أشكر منذوب الباراغواي الموقر ونظرا إلى عملنا هذا الصباح سوف نعلق الجلسة ونتابع في تمام الساعة الثالثة للاستماعي إلى تعليل التصويت الإضافي رفعة الجلسة ترجمة نانسي قنقر